تفاعل المواطنين نعم بداية الخبر هو مجلس الدولة هو أعلى سلطة إدارية في فرنسا منح الحكومة كما ذكرت تسعة أشهر من أجل أخذ تدابير سريعة وحاسمة للتقليل من انبعاثات الغاز المسبب للاحتباس الحراري حتى 40% إلى العام 2030 طبعا بحسب مخرجات مؤتمر باريس للمناخ هذا القرار قبل بالترحيب من قبل المدافعين عن البيئة من أشخاص ومن أحزاب أيضا ويتزامن مع نشر غلاف صحيفة لبيغاسيون الفرنسية اليسارية لغلاف أصفر غامق يقول الحرارة تخطت في كندا التسعة وأربعين درجة مئوية المعلق الأول هنا داميان كاريم داميان كاريم وهو نائب عن حزب الخضر وأيضا عمدة بلدية في فرنسا هو صاحب هذه الدعوة المرفوعة ضد الحكومة قال معلقا على الخبر بفضل ما قمت به انتصرنا لا أحد مغفل علينا التحرك سريعا لإنقاذ هذا الكوكب المعلق الثاني جوال يقول توقفوا عن أخذ الضرائب عن العمل خذوها عن الطاقة في دعوة صريحة إلى افرض الضرائب على من يخالف أو من يتخطى حدود المرعية بخصوص احترام البيئة والمعلق الثالث هنا يقول تميز السياسة الفرنسية كوفيد تسعة عشر ركود اقتصادي وتغيير مناخي ونرى قرية صغيرة فيها سيدة يتم التحدث هنا فقط عن البوركيني للقول بأن التركيز على القضايا الهامشية في فرنسا بات اليوم يتصدر وسائل إعلام أكثر من القضايا الجوهرية كالمناخ والعمل والبطالة وغيرها الموضوع الثاني محمد وهو حول افتتاح مصنع ضخم لنيسان في المملكة المتحدة كيف تفعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الخبر بالفعل يعني عملاق صناعة السيارات الياباني نيسان قرر منذ قليل افتتاح مصنع ضخم في المملكة المتحدة في بريطانيا وذلك سيخلق ستة الاف فرصة عمل وايضا استثمارات بقيمة 450 مليون جنيه سترليني ومئة الف سيارة كهربائية هو مصنع لتصنيع البطاريات التابعة لهذه الشركة العملاقة اليابانية هذا الخبر لم يمر مرور الكرام في فرنسا جارت بريطانيا والتي تركتنا منذ عدة أشهر تحت ما يسمى البريكزيت التعليق الأول من فلوريون فليبو وهو سياسي قيادي في حزب الجمهة الوطنية اليمينية المتطرف الفرنسي يقول لكل الذين كانوا يعتقدون بأن بريطانيا ستعزل دون أوروبا قائلا لهم لا تفكروا في دعم البريكزيت على غرار البريكزيت كما ذكر وهو من دعاة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ودعاة أيضا القطرية في أوروبا المعلق الثاني ميكا يقول الفريكزيت سيكون أمرا رائعا وإن كان سيبدأ بالمعاناة إلا أنه سيكون أفضل للفرنسيين أما المعلق الثالث فهو جيرمانوس يقول بريطانيا تتجه نحو نمو متميز قريبا بحسب جيرمانوس سيهرب كل الأوروبيين من القارة العجوز وينفصلوا على غرار البريكزيت شكرا لك محمد